اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل نتعرف من خلالها على اداء البرصة المصرية والبرصات الخليجية والعالمية وحركة الاقتصاد العالمي والمحلي البداية مع البرصة المصرية والتي سجلت ارتفاعات جماعية لدى اغلاق التعاملات مدعومة بعمليات شراء قوية من المؤسسات وسنديق الاستثمار الاجنبية وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 12 مليار جنيه ليصل الى 1.814 رليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 77.7 مليار جنيه تضمنت 74.2 مليار جنيه تعاملات سوق السندات واذون الخزانة وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 52 من 100% ليصل الى 26.973 نقطة فيما زاد مؤشر الاسوم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 84 من 100% لينهي التعاملات عند مستوى 5905.29 نقطة وامتدت المكاسب الى مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا الذي اضاف 86 من 100% الى قيمته مسنجلا 8.575.47 نقطة الى اسواق المال الخليجية حيث اغلقت معظم اسواق الاسهم على تباين وسط انخفاض في اسعار النفط في حين عززت مؤشرات على طباط احاد في نشاط المصانع بالولايات المتحدة الامال في خفض مجلس مجلس الاحتياطي الاتحادي اسعار الفائدة هذا العام وهبط المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية 1.7% بعد جلستين متتاليتين من المكاسب وسجلت جميع مكوناته خسائر وفي دبي تراجع المؤشر الرئيسي 2 من 10% بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب متأثرا بخسائر في قطاع العقارات والصناعة وفي ابو ظبي لم يشهد المؤشر الرئيسي تغيرا يذكر وفي قطر وصل المؤشر الرئيسي الصعودة للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا 6 من 10% في وول ستريت فتحت المؤشرات الرئيسية على انخفاض مع تنامي المخاوف بشأن تعافي اكبر اقتصاد في العالم وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية رئيسية من المقرر صدورها هذا الاسبوع بحثا عن ادلة على مدى طباط النمو وانخفض المؤشر داوجونس صناعي بنسبة 14 من 100% وتراجع المؤشر ستاندرد امبورز 500 بنسبة 10 من 100% بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3 من 100% في اوروبا تراجعت الاسهم الاوروبية اليوم الثلاثاء متأثرة بانخفاض اسعار النفط الخام الذي اثر بدوره على اسهم قطاع الطاقة فيما عزف المستثمرون عن وضع رهانات كبيرة قبل قرار البنك المركزي الاوروبي بخصوص اسعار الفائدة هذا الاسبوع وانخفض المؤشر سوكس 600 للأسهم الاوروبي 4 من 10% ليوقف بذلك صعودا استمر ثلاثة ايام متتالية وانخفض قطاع الطاقة 1.9% ليبلغ ادنى مستوى في شهرين متأثرا بتراجع اسعار النفط 1% ازياد شعر المستثمرون بالقلق بخصوص زيادة الامدادات في وقت لاحق من هذا العام وسط مؤشرات على ضعف الطلب في الولايات المتحدة الى بورسة توكيو للأوراق المالية حيث انخفض المؤشر نيكي الياباني مع جاني المتعاملين للارباح بعد صعوده في الايام القليلة الماضية في حين تراجعت اسهم شركات صناعة السيارات الكبرى بعد ان اكتشفت وزارة النقل اليابانية مخالفات في طلبات التصديق على نماذج معينة وتراجع المؤشر نيكي 22.22% وهبط المؤشر توبيكس الاوسع نطاق 39% في اسواق نفط العالمية تراجعت اسعار النفط باكثر من دولار وسط مخاوف بشأن امكانية ان تقرر مجموعة أوبيك بلاس زيادة الامدادات في وقت لاحق من هذا العام في سوق عالمية تشهد بالفعل مؤشرات على ضعف الطلب ووصل خام برانت الخسائر بعدما تراجع لأدنى مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة وهبطت العقود الآجلة للخام 1.4% إلى 77 دولار و23 سنة للبرميل وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تاكسس الوسيط الامريكي بنسبة 1.6% إلى 73 دولار و1 سنة للبرميل وانخفض الخام 3.6% أمس الاثنين ليقترب عند التسوية من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونختتم جولة الأسواق في سوق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الدهب بعد الارتفاع 1% في الجلسة السابقة إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الدلالات بشأن حالة سوق العمل وما إذا كانت تثني مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وانخفض سعر الدهب في المعاملات الفورية 5% إلى 2335.97 دولار للأوقية وتراجعت الفضة 30.1% للأوقية وانخفض البلاتسين إلى 1.8 دولار وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا أستاذ هشام حسن خبير أسواق المال بداية أهلا بحضرتك بداية أستاذ هشام كيف رأيت الصعود الجماعي للمؤشرات في البورصة المصرية اليوم وزيادة رأس ماليها السوقي بنحو 12 مليار جنيه ما زالت تلك الانتفاعات التي يحظى بها المؤشر الثلاثين تعد في طور التصريحات ضمن اتجاه هابط مش أكثر من كده لا يعول عليها الإطلاق خاصة ما زال المؤشر أدنى مستواتي 27 ألف نقطة إلا أن المؤشر بشكل عام يوجد منطقة من عند مستواتي 27 ألف نقطة حتى مستواتي 28 ألف نقطة داخل السوق المصري استطاع فيها أن يتجاوز تلك المنطقة حتى مستواتي 29 ألف هنا نعتقد أنه هيبقى فيه أداء إيجابي الفترة التي تتليها على طول نعم غير ذلك سيدة الفضيلة أنا أعتقد أنه هيبقى بنزاله دي مقاومة وهيبتدي مرة تانية أنه يبتدي فيه ضعف يظهر في السوق خلال الفترة المقبلة ثم الترجعات مما يشك فيه إن لم يستطع الارتفاعات نعم كيف تبعت حركة أسواق المال الخليجية وأيضا تباينها اليوم وهل تأثرت أكثر من خفاض في أسعار النفط في حين عززت مؤشرات طبعا على طباط أحاد في نشاط المصانع في الولايات المتحدة في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام ما رأيك؟ خلينا نقول أن الدول الخليج كلها تحظى حاليا بموجة من الترجعات لا يوجد استثناء منها أحد بداية من السعودية مرورا بكل الدول العربية ويشملها كل الدول التي تتعامل مع البترول أو داخل منظومة أوبك وبالتالي أنا أستطيع أن أقول أن العالم كله تدخل في مرحلة من التصريح هذا ما لا نتمنى ولكن هذا ما يبدو حاليا في الحقيقة أمريكا تتراجع دول الخليج تتراجع وبالتالي مصر تتراجع بما فيها البترول نفسه في عمليات تراجع إثار عدم تواثق أو عدم تأكيد لمعلومات عالمية واحد اثنين وجود بعض التواطرات الجيسية العالمية التي تفع بالمستثمرين العزوف عن أخذ أي مخاطر في المستقبل وبالتالي نرى حالة من التواطر وحالة من القلق تدعو المستثمرين لدافع المزيد من العمليات الجاني الأرباح وده بقى ممثلين كلنا في تراجعات مستمرة هذا ما أقدرش أتكلم على كل السراء بشكل عام ولكن كل سوء هيبقى ليه حالة خاصة فيه سوء يبقى فيه حالة تراجعاتها فيه فقط سوء هياخد اتجاه الهابط بالفعل كما حدثها بصف البورسة المصرية وإن كان كل التراجعات الموجودة حاليا على جميع الأسواق بما فيها أمريكا تراجعية هي آتية بعد ارتفاعات كبيرة جدا حدث التعامل الماضي نتحدث عن 21 و22 و23 إذن لما أجل بص على الصورة على المدى الطويل حتى على مستوى أمريكا الشرق الأوسط دول الخليج وأخيرا مصر أنا أتحدث عن تراجعات قد تكون مقبولة جدا على المدى المتوسط إلى الطويل خاصة أن حتى في حد ذات المؤشر الرئيسي المصري ارتفع أكثر من 100% وبالتالي منطقه يبقى فيه عمليات جانية أرباح نعم وول ستريت فتحت مؤشراتها الرئيسية على انخفاض مع تنامي المخاوف بشأن تعافي أكبر اقتصاد في العالم وأيضا ترقب المستثمرون لبيانات اقتصادية رئيسية من المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثا عن أدلة على مدى تباطئ النمو كيف تبعت حركة الأسهم الأمريكية؟ ما ننسى أن أمريكا في اتجاه فقد منذ فترة طويلة جدا ولكن برضو لا يمكن إخفاء الأداء السياسي عندها دخل على الانتخابات السياسية صراع في الموطقة صراع عندها ما بين سياسة موجودة حاليا ورئيس قادر في المستقبل من منهم مخطئ ومن منهم يدعو لأمان في المستقبل ده في حال ذاته بيدي لمحة من التواطر واحد اتنين ما ننسى أن أمريكا كانت تعاني في الفترة السابقة من وجود تضخم عمدها مما دفعها لرفع معدلات الفايدة وده أثر في دول الخليج برضو على زراع الآخر ده اتنين النقطة الثالثة هي برضو متؤثرة سياسيا بما يحدث في العالم سواء جنبين هنا في الشرق الأوسط وأيضا الصراع الروسي الأوكراني اللي موجود لأنه أمريكا عملة تدفع في فلوس عملة تدفع في فلوس ده بيأثر على اقتصاد عندها إنما لما جاء بص عن برصة أمريكية نجد أن برصة أمريكا وصلت لمستوى داو جونس تحديدا وصل لمستوى هام جدا وهنا نتحدث على منطقة الأربعين ألف نقطة وبدأ من عندها منطقة التراجعات إذن هل ينفع لأمريكا التراجع أكثر من ذلك في الحقيقة هي لسه ما قلتش كلمة إحنا بنتحدث فقط عن عمليات جني أرباح على المدى القصير طيب إمتى أقول إن إذا أمريكا تخصص منطقة الريد زون أو منطقة حمرة تدعو إلى الخطر في الحقيقة إذا تراجع بواشر داوزون سأدى مسؤولات السبعة وتلاتين ألف وسبعمية أعلى مسؤولات التسعة وتلاتين حتى مسؤولات الاربين ألف أنا أعتقد أن أمريكا دا معناها عدت مرة تانية مسؤولات الخطر بوجود بقى بزرور بعض الأخبار الإيجابية فيترع على التدخل أركام التوظيف في حالات من الارتفاع جيدة أو معدل البطالة يعني خافض شيئا فشيئا أي من الأخبار الإيجابية استطاعت دفع المؤشر داوزون في أعلى مسؤولات الاربين ألف إن لم يتقطع سيتظل أمريكا في تزرزب بين 37 ألف روقع حتى مسؤولات تلاتين ألف ولكن يدق نخوص الخطر إذا تراها مؤشر داوزون أدى مسؤولات 37 ألف روقع نعم الأستاذ هشام حسن الخبير اقتصادي شكرا لك وتنضم إلينا هاتفين الأستاذ إسلام عبد العاطي خبير أسواق المال أهلا بحضرتك أهلا بك كيف رأيت حركة الأسهم في البورصة المصرية اليوم وأيضا ما هي توقعاتك لأسبوع المقبل هو الحياة النهاردة الحاسي جديد كان يأتوها المعتدر جدا يعني هو مصوش حاجة مصوش حاجة تلبية ملحوظة أو حاجة إيجابية ملحوظة من دا كان ملاحظة أغلب الأسهم متدولة وكذلك على المؤشرات بالتبعية فبتالي إحنا عندنا السون نهاردة أغلق وحوالي ارتفاعات حوالي نصف المية في المؤشر الرئيسي الارتفاعات دي كانت أكتر شوية خلال الجلسة وكانت أقل شوية خلال الجلسة ولكن الإغلاق النهائي كان عند حوالي نصف المية من الارتفاعات طبعا الوساطية أو نقدر نقول الحركة العراضية اللي ملحوظة على دا المؤشر دي كانت مترجمة في أغلب الأسهم المتدولة اللي كان فيها حركة تعتبر شبه العراضية وده يمكن راجع لكثير من العوامل احنا طبعا عندنا العوامل دي يعني بعضها يمكن مؤثر على مش بس على السون مصري ولكن على أغلب الأسواق المحيطة إن الأسواق تعودت إن يكون فيه دايما المحفزات موجودة طول الوقت علشان يكون فيه ارتفاعات أو فيه تفوارات موجودة في السون طبعا السون مصري كان عندنا خلال الفترة اللي فاتت كان فيه إن يمكن من أكبر المحفزات اللي موجودة اللي هو اه ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الجنيه وده كان يعتبر المحفز الأساسي بالنسبة لده العامل بالسون مصري طبعا مع استقرار أسعار الصرف ونقدر نقول بقالنا فترة نسبيا تعتبر طويلة فيه في أسعار الصرف فيمكن المحفزات اللي كانت موجودة في السوق هدعت لحد كبير والمستثمر المتعود إن يكون فيه دايما حركة أو محفزات كبيرة موجودة في السوق وده يمكن من مسببات الأداء العرضي لحد منه فطبعا أغلب الأسهم خاصة إن خلال الفترة اللي فاتت كان فيها عمليات تصفيح عنيفة نقدر نقول جني أرباح مع تصفيح بشكل كان يعتبر مبالغ فيه شوية الفترة دي فيه مرحلة كده من التقاط الأنساس فيه حتة مقاومة شوية موجودة في المستويات العامة بالنسبة للمؤشر كلما المؤشر بيوصل لها بيترجعوا أو بيحصل جني أرباح ويمكن كذلك سبب آخر المستثمر في الوقت الحالي بالنسبة للسوق استثمراته قصيرة الأجل جدا يعني هو ما بيأمنش إن هو يحتفظ استثمرات لفترة تتعبى الجلسة أو الجلستين نعم طبيعا أن يكون أن يكون المستثمر طالما فكره كده فهو بمجرد أن بيشوف قدر من الارتفاعات أو مكاسب قد تصل يعني لا تتعدل واحد في المية بيسارة بجني الأرباح ويمكن ده اللي مخلي السوق ما بيحاولش يبني ولكن بيدوف دايرة سريعة من عمليات جني الأرباح نعم بالنسبة للأسواق الخليجية كيف تبعت أيضا مؤشرات البورسة الخليجية اليوم هو النهاردة في البورسة الخليجية عموما الأداء نسبية ممكن شابها الأداء قد تكون مصري ماشيش بس لبورسة السعودية هي ترجعات كبيرة شوية تقترب بين الواحد بين الاثنين في المية ولكن عندنا مثلا الإمارات بورسة إنها مرتفعين يمكن سوء كويد منخفض شوية يعني كلها بنسب لا تصل لواحد في المية بسناء بورسة السعودية طبعا ده شيء بالنسبة لهم بالنسبة للتوترات اللي موجودة في المنطقة آآ اللي هي بتأثر علينا كلنا فواضح إن فيه نقدر نقول انسحاب سيولى أجنبي أو نقدر نقول آآ يعني تلاجع دول المستسمر الأجنبي شوية في جميع الأسواق العربية وصول مصر بالتبعية ده يمكن راجع طبعا زي ما قلنا القلة المحافظات من ناحية ومن ناحية أخرى للتوترات اللي موجودة ودليل كمان على كده إن احنا النهاردة مسا على سبيل المسال كان فيه حجم تداول عالي جدا على استمرارات وصول الخزانة وده يعني شيء ملحوظ بالجزء للمستسمر الأجنبي خلال الفتر اللي فاتت إنه ما بيخرجش من السوق عشان بس الناس أكيد ما بيطميننا إن المستسمر مش بيتخرج ولكن هو بيتنقل من أداية مالية الأخرى فواضح إن فيه انسحاب جزءي من سوق الأسهم ولكن في المقابل فيه إقبال شديد على أدوات الدين المصرية أكيد وده المتسبب في رفع حجم التداول بشكل كبير خلال ذلك أستاذ هشام حسن خبير أسواق المال شكرا لحضرتك جدا على هذه المعلومات والآن مشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقة مؤشر نيل شكرا لتيب المتابعة وإلى اللقاء